بعض الروات الإسلامية تقول السبب كان ماذا؟ ليس هذه المحاورة الثلاثية أو الثنائية في حديث أناس وإنما لأنه حين تخلى عنه الكل وزوجه كانت تعمل عند الناس في الخدمة تخيل توجد أيوب الذي عنده أراضي ألاف الفدادين وألاف الكذا تعمل عند الناس في الخدمة بعد حين رفضت كل البيوتات أن تعمل زوجه لديها لماذا؟ خشية العدوى مرض معدي بعدين تنقل لنا العدوى هذا كويد أيامهم فلا ما تجيش طيب من أين تأكل من أين تطعمه المسكين عليه السلام فاضطرت رضي الله عنها انصحت هذه الرواية أن تقص ضفيرتها وهذا من أثمن ما تمتلك المرأة كان لها ضفيرتان عظيمتان ثقينتان قصت إحداهما بالفلوس الناس يصلون أي شعرهم شعر بناتهم بهذه الضفائر للوصل كان معروفا هذا فباعتها وجاءته بطعام طيب ومدته من يدي من أين لك هذا؟ هو يعلم أنها لم تعد تعمل قالت الله يسره هنا يستصدق به علينا كذا صدق في اليوم التالي كيف تطعمه؟ قصة الضفيرة الثانية وأتته بطعام طيب فحل استحلفها بالله من أين لك هذا شك؟ فكشفت القناع عن رأس الخمار فإذا فتأثر جدا عليه السلام ورفع يديه إلى السماء أني مسلني يضر وأنت أرحم الرحيم يعني شوف الإنسان عظيم في نفسه تحمل احتمل كل شيء لكن يبلغ الأمر أن زوجتي تصل إلى هذه الحالة وتبيع طفيرتيها قال له يا رب لا سبحان الله أوحى الله إلي هذا مغتسل بارد أركض برجلك قال له أضرب الأرض برجلك هكذا طرب فنبع ماء لا إله إلا الله آية من آيات الله هذه آية لعيوب نبع ماء بارد طيب قاله اشرب منه واغتسل فشرب واغتسل فعادك أحسن ما يكون طبعا يعني الوضع العادي إذا معجزة ثام ما ممكن عاد في نفس اللحظة هذا ليس على الله بعزيز لكن الأقرب أن يكون عاد أي في أيام أسابية الرواية تقول لها عاد وقتيا ما في شيء بعيد من قدرة الله على كلها هذه مسألة هينة أيضا حتى أنه حين خرج لم تعرفه زوجه يا عبد الله رأيت رجلنا هنا مسكين كذا قال لها فلانا كيف يعرف اسمها المهم فوجئت أنه أيوب لم تكن تعرفه لم تعرفه جميل بجلدي بكل شيء ما شاء الله عاد كأحسن ما كان عليه الصلاة وأفضل السلام على كل حال ترجمة نانسي قنقر